فوسط حالة الهستيريا عن الطيارة الحقيقة بنلاقي خبر غريب جدا وهو اعتقال الناشط السياسي المصري هشام قاسم أو الناشر المصري هشام قاسم بتغمى غريبة قوي مش لأنه عارض الرئيس أو لأنه تكلم على الانتخابات أو لأنه شكل الطيار الحر لا دي بتهمة النسب وقصف كمالة بوعيطة اللي هو كان في ثورة يناير زمان وكان المفترض أنه هو بيعارض وناشط عمالي وحاجة جميلة جدا يعني كمالة بوعيطة أقدم بلاغ في هشام قاسم فهشام قاسم اتحبس فطلعوا بك فالة خمس تلاف جنيه فهشام قاسم رفض يدفع الخمس تلاف جنيه وقال لك أن أنا فلوسي أكرم من عبدالفتاح السيسي ورجالته وكذا فمش عارف الحقيقة بقى لفقوله تهمة ولا إيه بس أقال لك حبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات تقريبا ليه بقى؟ لأنه هو شتم ظابط ومعاون في الاسم اللي هو فيه تعالوا نشوف بعض التفاصيل عن قصة هشام قاسم وكمال أبويت النيابة العامة قررت مساء أمس الاثنين حبس هشام قاسم لمدة أربع أيام على خلفية اتهامه في البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعدو لجنة العفو الرئاسي والله السياغة مضحكة جدا أنا آسف قال لك عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبويتا بيحبس ناشر مصري اسمه هشام قاسم لأن شتمه فهو بيروح بالليل أو بيروح الصبح يقعد مع السيسي عشان يقدم أو يقعد مع لجنة العفو الرئاسي عشان يقدم قيمة بإفراجات عن ناس وبعد الظهر بيفتكر أن هشام قاسم شتمه فبيروح يقدم فيه بلاغ للنيابة العامة عشان يحبسه وبعدين يقعد بعدين بقى لما يهدى كده ويقعد ياخدوا يدي مع نفسه يقول لك طب ما تطلعوا عفو الرئاسي يعني ابتسب فقط في عهد السيسي بيحدث هذا الأمر طيب اللي حصل الحقيقة لما وقع التواصل اجتماعي الناس كثيرة جدا اتكلمت وقالت أنه اللي بيحصل يعني لا يليق وأنه ما ينفعش كمال أبو عيطة يقدم بلاغ بالشكل ده في نفس الوقت الحقيقة اللي شام قاسم بيتم إلقاء القبض عليه بنشوف خبر اعتقال والد النشطة السياسية فجر العدلي بعد وصوله مطار القاهرة السيد علاء الدين سعد محمد العدلي وصل يوم 18 أغسطس القاهرة وتم احتجازه في مطار القاهرة الرجل كان نازل من فرانكفورت في زيارة عائلية وتم إلقاء القبض عليه في نفس الوقت قبل بداية الحلقة بدقائق الصحف المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بينشر على حسابه على تويتر أن الأمن المصري قد اعتقل والده في مصر وبيقول أن والدي مالوش علاقة بأي حاجة لو تغريدة أحمد موجودة نطلعها على الشاشة نقراها أحمد جمال زيادة الزميل العزيز والدي اتقبض عليه من منطقة نهي البلد في الجيزة حالا نرجو أن أي حد يقدر يساعد يكلمني ونرجو كمان معرفة أن والدي عمره ما كان ليه علاقة بالسياسة كل التضامن مع الزميل العزيز أحمد جمال زيادة الصحفي المصري المحترم الحقيقة في هذه الحملة الغريبة إلا أنا مش لاقي لها تبرير ولا لاقي تبرير لاعتقال والد فجر العدلي فجر العدلي النشطة اللي وقفت قدام السيسي مع أنجلا ميركل زمان من كم سنة في ألمانيا وقالت له عن الديكتاتورية وإنت ليه بتعتقل أبوها بعد كذا سنة من الحدثة الحياة أنا مش عارف ليه عشان قاسم موجود في السجن دلوقتي على دمة التحقيقات أنا برضو مش عارف ليه عضو لجنة عفو الرئاسي بيشتغل الصبح في لجنة العفو الرئاسي وبعد الظهر بيقدم بلاغات في ناس عشان تتحبس أنا برضو مش عارف